معي اتصال؟ ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله، أهلاً بيك أهلاً بحضرتك، أنا أمت الله من اسكندري أهلاً بيك بصي حضرتك، بقالها خمس شهور متجوز بنتك؟ أيوة تمام فهي كانت منفصلة يعني مرة ودي التاني مرة فلما اتجوزت إحنا طبعاً إيه؟ ما معرفناش عنه الكتير بس سألنا ناس دول ناس غلابة ومش عارفة إيه في ناس قالت بلاش هو وناس قالت ده غلبان ومع علينا المهم حصل النصيب اختصاراً للوقت يعني فقرمت روب نودي عبشاء يعني عشاها بتاع الصباحية اللي هو بالليل يوم الفرح لقناها حضرتك لامم كل السككين وحاطتها في مياه وربصه استغربنا آه مواسوس؟ أنا وخلتها مواسوس؟ بقى احنا لسه كنا لسه مات فالمهم سألنا والدته سألنا قاله آآ قاله إيه؟ أخته قالت دي عادة عندنا آآ والدته قالت لا ده هو لقى السككين مصدية حطاه مياه وربصه آآ هم أول اسبوع ضربها وضربها بالروسية يا بنتي عملت له ايه؟ آآ ما بتسمعش كلامي؟ ما عرفش ايه؟ أول اسبوع؟ آآ أول بالروسية؟ يا الله المهم بعد كده ده لسه الرياء أصعب آآ فعلا يا شيخ أنا عرف آآ 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 فآ آآ مقفل لها كل السببيك بالمصامير ده لسه حتى حتى شباك الحمام اللي هم على منور أغدبالك مش عايزة إيه زهت أم النوم رجله على رجلها يا سكنة في بيت حماتها ده في سجن عند حماتها تحت نعم؟ ده في سجن آآ مقفلها بالمصامير ها وبعد ايه؟ عند حماتها تحت آآ آآ يجي من الشغل يتغدى وهي عند حماتها لا تطلع تروأ ولا تطلع تريح ولا اي حاجة بحسب الساعة اتنين بالليل ياخدها ويطلع عايزها تروأ البيت تروأ الساعة اتنين ازاي؟ معلنا جي بره في مرة ربط رجليها في سلسلة وفي رجله ده مش طبيعي وإيه بسكتك يا حج انت وبنتك سكت على بنتك ليه؟ ده مش طبيعي مقالت لناشي الموضوع ده إلا لما بيحصل مشكلة غيرها أخي تبال حضرتك ودلسة خمس شهور بس احنا اللوقتي جبناها بس لسة محصلش للانفسار اه وده كده قومها بفجعة قومي قومي تقول لقاتي ايه؟ انت ما وعملت شخليلي وتقولي انا حاخدأها سيبك وامشي انا مش عارفة ايه ويقفل بالمفتاح الشقة مزبوط ايه؟ ده مريض نفسي ده مريض نفسي ده مريض نفسي وما يدهاش المفتاح اه حضرتك تحتها نضمه عشان ما تطلعش الشقة ولا تنشر وعايزها تتنقب ويا بتنشر ويا محجبة بس طب يا ابني الحلال تبهو في الشارع تنقبها في البلاكونة وفي الشارع ده حراهم تبقى ما يغطيها وشها وفي الشارع مع الريان المهم المهمة برضه عشان ما تقولش على حضرتك فيضرب فيها ويبادل فيها وديه لشيخ ويديه لشيخ ايه اللي excitement قاله بقى ملبوس قاله حد اآ معرفش لجده لدرجة ان مرة حضرتك يا فندم طلع فوق الحديد ودية كتحت فطلعت تخبط عليه عشان والدته كانت عايزة حاجة لأخته فطلعت تخبط عليه قال لها انزلي وراحت نزلة فحمتها بتقول لها ما جبتش ليه قالت لها مصطفى قال لي انا هجبالك ونزل مردتش تقول لهم فالمهم يعطا يعني حابت تخش الحمام نزل من فوق جري فبسأل عليها قالت له في الحمام راح جاي داخل عليها الحمام انت بتعمل ايه بتعمل بقفية جات امه او الله جات امه راح يتمغزكه وكله اتحرك المكان يا فندم اتحرك المكان اللي انت فيه الصوت حاضر يا فندم حاضر كده تمام المهم هبد الحمام ودخل عليها وقعد الزعلاجات امه راح يتشدها انت بتعمل ايه وهم اهل ونفسهم عارفين بكل اه طبعا لو خير ويهديه ويسلح حاله ويكمل المهم لما بقيت حامل الاسبوع اللي فات مساكها ضربها الدكتورة منعها فان هي داخلها يا فندم رجعتوها تاني لا يا مويتها حملة لا ما كانتش تتشدها ده كل ده تخلال الخمس شهور طب سؤالك يبقى وليس التماثيل دي يعني كتير ابوها فين يا فندم ابوها فين ما احنا جبناه من السعيد عشان هو يسفر في المشور في السعيد اه فالمهم كانت حاس الدكتورة منعه ان هو هيجي جنبها اه ولا تعمل مجهود فحامتها خلتها باتت عندها تحت اه فجيبها بالليل الساعة اثنين قال لها تعالي طلعي ايه روق الشقة قالت له انا بدكتورة منعاني من الحركة وقالتلي نامي على ظهري فصمم مرضتش تطلع مع رحشة ديتها من رجلها وقحها على الارض على ظهراء في ساعتها اللي نزل لانه هو لسه حسيت لحمة حمرت الحمد نزل فجانين نزل ونزفت وتعبت خالص ففي الحالة دي ودناها للدكتورة وجبناها ده ربنا كرامها اه طيب فعالك ايه بقى؟ الحالة التطلق نحنا نخلص منه ولا نخليه كمل وربنا يهزيه والله الغلط منك انت يا حج انا زعلان منك انت والله ما انا عارفة والله العزيز والله انا زعلان منك انت بصراحة والله انا عارفة دي ايه بقى هو بنتك خذي بالك بس انا عايز انا ماسمعتش من الطرفين بس انا هقول على المسمعت منك انا مش مكذبك بس لازم اسمع من الطرفين طيب بص يا فندم امها تزعل مني الله يسامحك ويسامح ابوها ويسامح اخواتها حرام عليكم وما تزعلوش لو قلتلكم من كل الله البنت مسجونة ومرعوبة يا عم دف دف بيت رعب يا فندم ومصامير وسكككين بدل اعزاكم الله سامحيني يعني على الهواء ما تزعلوش مني بدل ما تقعد كده لابسة ومزبطة وتاكل وتشرب وعروسة في ليلة دخلتها وشهر العسل بتاعها الرعب ده السككين وسبتوه والشبابيك بالمصامير وسبتوه والنقاف في البلكونة وسبتوه وضربها وسبتوه يبقى من كل الله صحيح يبقى لا تلومي إلا نفسك وبعدين تقولي حرام ترجع لا ده حرام لا هي ثانية واحدة أنا مش عارف بصراحة لا لا هو جرها هي حامل موخدها من رجليها ده ربنا كرامل توقع على ضهرها لا هي هتموت يعني الطلعة الجاية هي هتموت هنضحي بيها يعني يتموت يا ربنا يهدي هو ربنا شرع الطلاق لي أحيانا الطلاق بيبقى واجب لا هو مش صبيعي ومدينون بقى واجب أحيانا بجيلي مشكلة أقوله لو ما طلقتش يبقى حرام لو ما طلقتش يبقى حرام اهديت بقى الرواية دية على ما سمعناها لو ما اطلقتش يبقى حرام عليكم والبنت ده بكم تعمل في نفسها حاجة وممكن الرجل ده يتبحها لو احنا على ما سمعنا صحية الكلام وممكن يحصل مصيبة أكبر وانت المسؤولين أمام ربنا انقذ بنتك يا كل أم يا كل أب انقذ بنتك والتائي ربنا ورزقها في رجليها وربنا هيكرمكم عشانهم لو في بيتكم يعني الأم أمه واسيبك يا فاندي من المجتمع يقولك أمه ليه عايزة تجوزه وهو شخصيته وأمه وأهله برضو الله يسامحهم وقولهم لله إن خبوا على الناس زول حرام شرعا عايزة أقول يا كل أمه يا كل أب اتقى ربنا وما تضحوش ببناتكم وبعد قول المجتمع يقولها اتطلقها في أول إسبوع لا أنا طلقها في أول ساعة وطلقها وهي عروسها ونفس الفستان لو اتضح لأي كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى كل ده ما فيه وش عيب لا مش عيب يا فاندي ما يصحش والناس هتكون وشنا لا يا فاندي وكل الحاجات الغريبة دي ده مريض نفس يا فاندي ايوه صحيح ده ممكن يعمل بالوة جبيرة لو بتسأل تلك نرجعها شوف الستة طيبة حرام عليك يا حجة فوقي لو الكلام ده صح بنتك تتطلق النهار ده قبل بوكل